طالب النايب عن حركة التغيير هو شير عبدالله بحل خلية الأزمة الحكومية المشكلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وحالة أعضائها للتحقيق بتهمة الاستهزاء بالشعب وقال في تغييدة في حسابه الشخصي بموقع تويتر شكرا لخلية الأزمة التي قرأت للشعب بيانا يتضمن بعض النقاط المصنفة من قبلهم على أنها خداع لضي العام على حد وصفه